عايزة اسألك سؤال بس خايفة يعني خايفة تقلب علي عشان عارفة شخصية الدكتور احمد هارون سؤال اي ست مكاني يعني اول ما بننفصل اول سؤال هو انا اللي عملته ده صح ولا غلط الحيرة الاول اللي هو انا صح ولا غلط تاني سؤال هو انا ممكن هعرف احب تاني وعيش نفس التجربة والحالة الحلوة دي ولا انا غلطانة ان انا فردت في حب برغم كل المساوئ اللي فيه الستات بتبقى وقفة في الحيرة دي هو انا سبتوا ليه طب انا صح طب انا غلط طب انا هحب تاني طب انا هحب وتحب تاني ولا كده خلاص طب انا بكره الستات بتقول خلاص بقى انا قفلت الباب وما فيش تاني لها دا كد لان لما بنحب بنحب القلب بيدق ما فيش حتى لو ده 3000 مرة الرقم 3000 لكن طب انا مفروض على فكرة ده يمكن مش تخص حضرتك بس برضو نفسي هل المفروض في بعض الاهل بيدمروا حياة بني قدمة بجملة اديه له العيال هتعيش حياتك ازاي بولادك هتتجوز ازاي وتعيش حياتك ده هو كده هيقفل الباب وياخد بعض ويتجوز ويجاوز ويجاوز حياته فانتي غلط اديه له العيال وتصدق يا دكتور احمد حقيقة دي معاناة احيانا الستات تبقى وقفة هتتجنن اخد العيال اربيهم وحرام اسيبهم من زنبهم حاجة ان امهم اطلقت ولا اديه له العيال وابتدي حياة جديدة الازمة دي لا يستهانة به تفضل ستات قعد عايشة المعاناة دي بالعشرين سنة ياريتني اديت له العيال ياريتني ما اخدت العيال ياريتني اديت له العيال ياريتني ما اخدت المسئولين دي الاعباء الاولانية بقى بصي مبقيا كده فكرة قرار الطلاق احنا لما بيجي حد ويقولك انا والله عايز اقرر هلها انفصل ولا هكمل بتيجي واحدة او راجل بالمناسبة خد بالك الطلاق وجيعة للتنين واصمة للتنين استجمة للتنين ازمة للتنين صدمة للتنين خسارة للتنين والتنين بيعانوا منه الراجل والستة اللي اتنين بيعانوا وزي ما اسمها مطلقة وممكن ما تعرفش ترتبط هو اسمه مطلق وبرضه ممكن ما يعرفش يرتبط الأزمة الكبيرة في ان احنا بنشيل هم ان انا عايز اخد القرار دلوقتي من غير ما احسب ازاي هاخد القرار مش مهم انت هتعملي ايه ما يهمنيش انت حرة انا عمري ما هبقى زيك ما حطتش ايدي في النار اللي انت موجودة فيها وكل اللي عشاط تعوام مهما نصحك مش هيحس باللي انت بتمر بيه لكن لازم يساعدك تعملي اكشن بلان يعني مش مهم إيه اللي هتعمليه المهم هتعملي ازاي هرجع لنفس السؤال الطريقة اللي انت هتقدري تنفصل بيها دي بتبقى سلطة حلو دي سلطة تقدرية القاضي الموضوع مين قاضي الموضوع مين في واحدة ظروفها المادية تسمح لها انها تحافظ على ولادها اقول لها منفعش تسبيهم واحدة تانية ظروفها المادية ما تعرفش خالص تشيل ولادها اقول لها مش تعرفك تكمل حياتك بيهم واحدة تالتة تعرف تكمل بولادها اقول لها اوعد فراتي فيهم اذا دي سلطة تقدرية القاضي الموضوع اللي هو نفسه من خلال الاكشن بلان والكيس استاد اللي بيعملها بتقدر تدرس امكانياتها الحالية ظروفها الحالية اساسها المادي والمعنوي والاجتماعي الحالي فدي بتبقى حالة فردي برنامج فردي حاجة خاصة بيه هي لا والله يا دكتور احمد يعني حتى لو هي معاها فلوس وبتشتغل وبتها وحاجاتها بس برضو لما ناخد المسئولية بالتربية لما بلاقي الطرف التاني بعد شوية شال ايده خالص من الحياة وابتدت الولاد تبقى مسئوليتهم كاملة متكملة النفسية والمعنوية والمادية في مسئوليتي انا كست انا بتعب نفسيا اكتر حتى لو انا ست غنية حتى لو انا معايا فلوس بس لما بلاقي ان الطرف التاني شال كل الاعباء النفسيا اللي لا بيشوف ولاده ولا بيصرف عليهم ولا شايل همهم دي دي مش سهل على اي ست وبعدين فجأة تلاقي ابنك او بنتك اللي هو تمانتي السبب ما هو بابا قال لي ان انت سبب الطلاق انت لطلبت الطلاق ما هو لو انت كنت قاعدة مع بابا لغاية دلوقتي كان زمان قاعد وسطينا وبيصرف علينا وبيشوفنا ايه المعاناة الجبارة دي اللي احنا بنشيلها بعد الطلاق يعني وممكن رغم الراجل يكون سايق جدا وهو سبب كل المشاكل والطلاق بس ليه انا كست اشيل انا وادفع الفاتورة ليه ادفع الفاتورة بصي ادفع فاتورة المادية طبعا حتى كفاء الفاتورة المعنوية ليه انا احصل فيها كده لما بتلاقي سمرة وقت من شجرة بتلومي على المزارع ولا بتلومي على الشجرة لا يعني لا اكيد الشجرة هي واحد المزارع زنبه ايه ليه ما يكونش المزارع اللي اصر ومداش الاهتمام للشجرة لا مش فهم اول مرة ما فهمكش السمرة دي هي الاطفال والشجرة دي هي الست المزارع ده اللي بيهتم بالسمرة من خلال الشجرة يعني دايما بنقوله لو عايز ولادك يحبوك يهتم بامهم عايز ولادك يحترموك يهتم بامهم عايز ولادك يقدروك قدر امهم عايز ولادك يحبوك حبوا امهم يعني كأنك بتلعب باليارد وكلما تهتم بشجرة وتعتني بيها السمر اللي خارج منها هيكون هو خيرك ومستقبلك اه اوكي في حالات معينة بتلاقي ان المزارع ده اللي كان المفروض يهتم بهذه الشجرة هو المقصر وحالات تانية بتلاقي ان الشجرة دي هي اللي مقصرها الكلام المطلق في العلاقات الزواجية بالذات المشاكل الحياتية اوكي المشاكل الاسرية ممنوعة ما نقدرش نعمم فيها يبقى احد اهم اخطاء التفكير لان الكيس استادي دراسة رحالة تبقى فردي عشان كده وانا بحاول اجمع الخطوات اللي عايز اقولها عايز اناقل الخطوات اللي تناسب اكبر شريحة ممكنة من اللي هيسمعنا وده مهم جدا جدا يا دكتور احمد وحقيقي يعني حلقاتك من اعلى الحلقات اللي انا بقدرها وبحترمها اخر فيديو ولينا كان عامل فوق الستة مليون مشاهدة فحقيقي الناس بتحترم جدا كلامك وتحترم جدا برنامجنا